معنا من أسطنبول كاتب الصحفي هشام جناي أهلاً وسهلاً بكالسكاي نيوز عربية بداية الآن مفروض أن يكون فيه لقاء قريب خلال ساعات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلادمير كوتين بعد فترة من الفتور إذا جاز لنا التعبير الحديث سينصب على موضوع الممر البحري هناك في تركيا من يقول بأن أوكرانيا وزيلنسكي تحديداً يحاولون جرر تركيا إلى حرب مع روسيا بسبب هذا الممر لأنهم يريدون استمرار الممر حتى بدون اتفاق مع روسيا هل يمكن لتركيا أن تجازف؟ مساء الخير لا يمكن أن يكون هذا الأمر إلا بالتنسيق مع روسيا لأن هناك مصالح مشتركة كثيرة بين تركيا وروسيا بالرغم من أن هناك خلافات طبعاً موجودة وإلا أن إدارة الرئيس أردوغان عرفت كيف تتعامل بحنكة في فصل هذه الخلافات عن المصالح والتجارية والسياسية إن صح التعبير يعني ما زالت أنقرة متمسكة بشراكتها مع موسكو حتى لو كانت هذه الشراكة تضر ربما بعلاقاتها مع الولايات المتحدة لنتذكر صفقة الأس أربعمائة لنتذكر المحطة أو المفاعل النووي الذي تنشئه روسيا حالياً على الأراضي التركية علاوة على أيضاً مشروع تحويل الأراضي التركية إلى محطة يتم توزيع من خلالها الرغاز الروسي فكل هذه المصالح تشير إلى أن لا يمكن لتركيا أن تجازف بقطع العلاقات في سبيل أن تواصل طبعاً العلاقات مع أوكرانيا نعم تركيا تدعم أوكرانيا ولكن بنهاية المطاف مثل ما قلت لك هذا لن يكون على حساب علاقاتها مع روسيا طيب لكن البحر الأسود الآن يبدو أنه في تجاذبات قوية وفي صراع قوي هنا يشمل تركيا أوكرانيا روسيا ودول نيتو بريطانيا أيضاً ألا تخشى تركيا أن هذا الصراع يفقد تركيا قوتها في البحر الأسود أن يصبح البحر الأسود حكراً على صراع بين أوكرانيا وروسيا فقط ودول من النيتو وليس كل النيتو يعني طول ما هناك مضيقي البوسفور والداردانيل أو تشاناككالي في الأراضي التركية فبطبيعة الحال لن يكون هناك استغناء عن الدور التركي المتعلق بالبحر الأسود نعم ربما هناك سيطرة الصحة التعبير الروسية لتلك المنطقة لسيما وبعد إلحاق شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية بعدما كانت طبعاً كما تعرف يعني جزء مهم من الأراضي الأوكرانية فإتفاقية مونترو للمضائق أيضاً سارية المفعول ولذلك أعتقد بالرغم من الصراع الموجود إلا أن الدور التركي حاضر وبقوة لطبعاً موقع تركيا الجيوستراتيجي في هذه النقطة ويعني ارتباط الدول البحر الأسود بشكل ضروري ومجبر للعبور من مضيق الداردانيل والبوسفور لكي يتصلوا بالعالم هذا جيد لكن هناك من يقول بأنه زيارة أردوغان هذه المرة وقبلها زيارة وزيرة الخارجية في دان الذي ذهب أولاً إلى كييف بعدين إلى موسكو لن تكون كسابقاتها لأنه يبدو أن تركيا تغير البوصلة الآن وضع روسيا أصعب بعد ما حدث لفاغنر الضغط الغربي أقوى في أمور كثيرة بدأت تتغير من سحاب فاغنر من المنطقة أو بعض الدول وبالتالي نعتقد أنه أردوغان يذهب هذه المرة ليس بصفة صديق لبوتين وإنما وصفه البعض كمفاوض باسم الناتو هذه المرة مع بوتين ما رأيك؟ يعني تركيا بنهاية المطاف دولة عضوة في الناتو ولكن في ملف روسيا تحديداً اختلف الموقف التركي عن دول الغرب ولسيما حلف شمال الأطلسية والناتو يعني الآن تركيا في موقف قوي وفي موقع قوي جداً لماذا؟ لأن الدول الناتو والأوروبا تفرد حصاراً على روسيا والمخرج الوحيد لروسيا هي تركيا فلذلك نرى بأن عندما تغيرت ربما مواقف تركيا من بعض القضايا روسيا لم تستطع أن تبدي موقفاً قوياً أو امتعاضها الذي اعتدناه حقيقةً من بعض التغير بالمواقف فتركيا مجبرة حقيقةً للتعامل مع تركيا الأمر الواقع هو أن تركيا تفاوت باسمها ولكن لأنها دولة مؤثرة في حلف شمال الأطلسي فأعتقد أنها تشكل أيضاً بعداً لهذا الحلف يعني المفاوضات لن تكون باسم حلف شمال الأطلسي بل كدولة مستقلة لها علاقات مع دول حلف شمال الأطلسي صحيح هشام لكن لا تعتقد أنه هناك تغير في العلاقات مع روسيا الصحافة الروسية مثلاً قالت أن الرئيس بوتن بعد الانتخابات باع روسيا ويتقارب مع الغرب عشان أزمة الاقتصادية حتى في سوريا يعني ما عد في نفس الخطوات التي تدعمها وبالتالي هل تعتقد أنه لقاء أردوغان بوتن سيكون على نفس الخطى السابقة نفس الود السابق نفس الأجواء السابقة ما في تغير يعني حقيقة شوف أردوغان يحكم تركيا منذ 23 سنة ربما بوتن أكثر من هذه الفترة فطول هذه الفترة شهدنا هذه العلاقات تتغير من بين العداء حتى الصداقة تحول حقيقة كبير شهدناه قبل بضع السنوات لو نذكر أن عندما أسقطت تركيا الطائرة الروسية وقفت جميع العلاقات مع روسيا التجارة وقفت السياحة يعني الآن ربما نشهد تغيراً في هذه العلاقات المصلحة المشتركة بينهما هي التي تحكم نعم هناك تقارب تركي مع الغرب ربما أيضاً تركيا مجبرة لهذا لأنها تمر بأزمة اقتصادية فهذا لن يؤثر حقيقة على بوتين وأردوغان لأنهما حقيقة مثل ما قلت لك يعني صاروا يدرسون بعضهم البعض منذ هذه الفترة الطويلة شكراً جزيلاً لضيفي من أسطنبول كاتب الصحفي هشام جناي